صدق الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي على الاعلان عن قبول دفعة جديدة من خريج الجامعات بالكلية الحربية دفعة يناير 2016 الدفع رقم 108 اطباء ورقم 74 مهندسين ورقم 62 مختلط ورقم 104 رئيس التمريض صرح بذلك اللواء اركان حرب جمال ابو اسماعيل مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية واضاف ان الدفعة المطلوبة من الاطباء تشمل التخصصات الاتية تخصصات الطب البشري الذكور من الحاصلين على درجات الباكالريوس والماجستير والدكتوراه والحاصلين على الباكالريوس تخصصات طب الاسنان والبيطري والصيادلة من الذكور والاناث ورئيسات التمريض من الاناث كما يمكن الاطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه الترشح للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة بشرط ان يكونوا من تخصصات التشريح وظائف اعضاء كيمياء حيوية انسجة ادوية طفيليات باثولوجيا الانسجة ومن تخصصات المهندسين كهرباء قوة حواسب اتصالات الكترونيات ميكانيكا قوة ميكانيكا انتاج هندسة بحرية بناء سفن ميكانيكا سيارات هندسة طيران مدني عمارة هندسة كيميائية ومن كليات العلوم كيمياء خاصة مزدوجة حيوية تحليلية مايكرو بيولوجي بيولوجي جيولوجيا حيوان فيزياء علوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات وخريجي كليات الحقوق والتجارة شعبة محاسبة والزراعة والتربية الرياضية واللغات انجليزي يوناني الماني تركي صيني روسي فرنسي اسباني ايطالي ياباني فارسي كوري اداب علم نفس واداب اجتماع واعلام وصحافة هذا وتتراوح مدة الدراسة من ستة الى سبعة اشهر بالكلية الحربية لجميع التخصصات ويمنح الخريج شهادة اتمام الدراسة العسكرية علما بانه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية اعتبارا من يوم الاحد الموافق السادس من ديسمبر الفين وخمسة عشر ولمزيد من الشروط والتفاصيل يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع